اشتركوا في القناة باب كل الطاقة المتكاملة الاكبر من اجمال عدد المناقصات التي تم اغلاقها برصيد ثلاث مناقصات لكل منهم اما المناقصات الباقية فتم توزيعها على هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل تمكين ووزارة شؤون البلديات والزراعة ومراكز الرعاية الصحية الاولية ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بواقع مناقصة واحدة لكل منهم ورصدت صحيفة الوطن عبر منصة المجلس اكبر المناقصات التي تم اغلاقها والتي تتعلق بتطوير الواجهة البحرية للعاصمة في المرحلة الاولى وكانت تتضمن اعمال الانشاءات حيث قدمت اربع شركات عروضا للمشاركة في هذه المناقصة وكان اقل عطاء تم تقديمه من قبل شركة سيبارك البحرين بقيمة خمسة ملايين وتسعين الف دينار نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مملكة البحرين خلال الربع الثالث من العام الماضي الفين وثلاثة وعشرين بنسبة واحد وعشرين واربعة عشر في المئة على أساس سنوية وبحسب الاحصائيات الصادرة من منصة البحرين للبيانات المفتوحة سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 15 مليار و700 مليون دينار وأوضحت الأحصائيات تصدر أنشطة التموين والتأمين مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الثالث من العام الماضي بحوالي 10 مليارات دينار تليها الصناعات التحولية بمليارين ومائة مليون دينار وجاءت الاستثمارات الكويتية في المركز الأول من حيث القيمة وأتلتها الاستثمارات السعودية والآن نترككم مع دائل أسواق المالية الخليجية أعلنت شركة حديد البحرين الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج وإمداد كريات الحديد علية الجودة عن توقيع عقد مشترك للتمويل المستدام مدته سبع سنوات بقيمة 450 مليون دولار أمريكي ويؤكد هذا التمويل التزام الشركة الراسخ بالمبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إضافة إلى التزام التحالف المصرفي نحو عملائه لترسيق مبادئ الاستدامة ومساعدتهم على تبني هذا النهج وعمل بنك المشرق كمنسق عام للتمويل والاستدامة في حين سيعمل بنك ABC بمثابة وكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب كما تم تعين البنك الأهلي المتحد كوكيل لاستثمار المرابحة وقام كل من بنك ABC وبنك الإمارات دبي الوطني والمشرق بدور المؤسسات الرئيسية المفوطة بعملية الإقراض كذلك تولى كل من البنك العربي والبنك الأهلي المتحد وبنك الخليج وبيت التمويل الكويتي وخليجي بنك دور المؤسسات المنظمة لعملية الاقتراض المشترك وسيتم متابعة القرض مقابل مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs وأهداف الأداء المستدام SPTs طوال مدة التمويل البلغة سبع سنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر